زيارة رسمية هي الأولى لرئيس الوزراء أحمد بن دغر إلى مدينة سيئون عاصمة وادي حضرموت وبرفقة محافظ المحافظة اللوى فرج البحسني قائد منطقة العسكرية الثانية وعدد من الوزراء تأتي هذه الزيارة لتفقد أوضاع احتياجات مناطق الوادي والصحراء من مشاريع خدمية وتنموية وتلمس هموم المواطنين والتي تظهر اهتمام القيادة السياسية بمحافظة حضرموت حقيقة الزيارة كانت ممتازة لأننا كنا في السابق نطرح الكثير من القضايا وهم يسمعوها دون أن يشاهدوها على أرض الواقع في وادي حضرموت مؤسسات قائمة تحتاج إلى تفعيل الجهاز الأمني وزيادة الموازنة العامة للدولة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين طبعا اليوم طرحت الكثير من القضايا للفقامة للأخ رئيس الوزراء وحكومته ووجه كثير من الحلول الملف الأمني بالوادي والصحراء على رأس اهتمامات الزيارة حيث عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع اللجنة الأمنية بحضور قائد المنطقة العسكرية الأولى اللوى صالح تامس ومدير الأمن بالوادي والصحراء العميد سعيد العامري لوضع خطة أمنية شاملة من شانها انتشار الوضع الأمني لمناطق وادي حضرموت التي تشهد انفلاتا أمنيا متزايدا عقد اليوم اجتماع النجلة الأمنية في وادي وصحراء حضرموت لمناقشة أوضاع الأمن الأمن السياسي والأمن القومي والأمن العام وجميع ما تخص الأمن في وادي وصحراء حضرموت وخلال زيارته أيضا عقد رئيس الوزراء اجتماعا موسعا مع العلماء والشخصيات الاجتماعية ومواطنين استمع من خلاله لهمومهم ومطالبهم كما جرى مناقشة موضوع الخدمات بالمحافظة من بينها تفعيل قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة وادي حضر موت وقرار تحويل مستشفى سيئون إلى هيئة عامة حدد مسعد قناة بلقيس سيئون حضر موت اشتركوا في القناة